ده تعليق احد من تابعين يا جماعة بيقول ده فيديو اسعار معرفش قناة ايه كده ده يثبت ايه يثبت ان انا بعرض لك الاسعار الحقيقية بس بعرضها بشكل مبسط يعني الفيديو اربع دقائق خمسة بكتير وبتعرف اسعار جميع انواع كل حاجة في السوق سواء فاكهة او خضار بس انت ده تستهلك باقة ولا اي حاجة تعرف الاسعار سريع عن كده وخلاص اه بعض القناة ما اتطلع الفيديو ربع ساعة ونصف ساعة عشان تعرف الاسعار ويعني هم هدفهم هم يجبهم مشاهدات كتيرة ومعرفش هو الكلام ده كله اه هنعرض اسعار الفكهة جماعة النهاردة المنجة بانواحها وبعض انواع الفكهة وهتلاقيه طبعا تغيرات في اسعار المنجة واسعار المنجة جماعة تختلف حسب نوحها حسب حجمها حسب جودتها فيعني حاجات كتيرة هتعرفها في الفيديو ده ان شاء الله شوش جماعة تعمل لايك الفيديو اللايك بيرفع الفيديو خلي غيرك استفيده وغيرك اعرف الاسعار ولو فهم تابع جديد اول مرة يشوفنا ما ينساش اشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لها سلاكول جديد. اسعار المنجة جماعة في سول عبور المنجة السكري النهاردة ستاشر جنيه للكيلو ولها طبعا سعر تاني يعني فيه سكري يبدأ من عشر جنيه ستاشر جنيه لعشرين جنيه حسب جودة ايه الزرع. منجة زبنية جماعة ستاشر جنيه وفيه طبعا بحضاشر جنيه وفيه باطناشر جنيه يعني زي ما انت عايز حسب جودة المنجة. فيه منجة زبنية تاني جماعة آآ ستاشر جنيه جودة يعني متوسطة. آآ الرومان النهاردة جماعة اتناشر جنيه لان طبعا طلع بشاير. آآ منجة عويسة جماعة 23 جنيه في الجملة. في منجأ عويس جودة عالية 32 جنيه. وفي منجأ عويس 30 جنيه بس. وفي منجأ عويس طبعا 18 الى 19 جنيه و20 جنيه. البرقوها جماعة النهاردة 10 جنيه الى 12 جنيه. اللي هو البرقوء الافريقي. في منجأ عويس جماعة زي ما قلنا 20 جنيه. جودة اقل. وفي منجأ عويس اقل اللي قلنا عليها برضه 17 جنيه التفاح جماعة سكري 22 جنيه الى 23 جنيه طبعا التفاح كله تلجال الكيوة جماعة الكارتونة فيها من 9 كيلو ل 10 كيلو سعرها 280 جنيه التفاح جماعة ايطالي مالوند 26 جنيه و 25 جنيه التينة جماعة سعر التين النهاردة 17 جنيه و 18 جنيه اللي هو التين المفتح يعني المستوي وطبعا فيه تين جودة اقل ب 8 جنيه للكيلو الكنتالوبة جماعة النهاردة 4 جنيه للكيلو جودة عالية فيه منجة عويسة جماعة طبعا تبدأ من 15 جنيه الى 28 جنيه اعلى حاجة يا جماعة في العويس 30 و 32 جنيه في سوء العبور للجملة المنجة جماعة جوليك 11 جنيه الى 13 جنيه منجة نوع فجر كلان 12 جنيه وفيه بقى يا جماعة يعني فيه بعض اسعار المنجة هتلاقيه يعني من كل نوع واحدة كده يعني مشكل زي ما بيقولوا وفيه نوع واحد يعني بص شوفوا حضرتك المشكلة جماعة المنجة اللي هي بتبقى مطمومة على بعض كده متنائية بتحسجر ومعرفش كلامنا كله معاك بتبدأ من 7 جنيه وتمانية جنيه وتسعة جنيه وعشرة جنيه دي بتبقى اقل جودة وفيه طبعا بيبقى المسلا ان هو واحد سواء زبدية او اا سكري اا او عويس اا اا او فجر كلان او ايا كان او صدية ما عرفش ايه جودة اقل جدا هتلاقيه يعني هتلاقيها هتبدأ من 7 جنيه الى 10 جنيه وتسعة جنيه بس بتبقى يعني جودة ضئيلة جدا 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 المنجة صدية يا جماعة النهاردة 14 جنيه ودي افضل حاجة يعني اعتبر في اا اا اكلها المنجة الصدية جميلة جدا في الاكل هي والزبدية العنب الاحمر يا جماعة النهاردة 6 جنيه الى 7 جنيه والعنب الابيض 6 الى 7 جنيه اا وقلنا يا جماعة المنجة السكري طبعا اا